المصارف الأهلية تدخل على خط تعزيز أرصدتها بالعملة الأجنبية ضمن استراتيجية يعمل عليها البنك المركزي لإيجاد منافذ جديدة للتحويل الخارجي بتنويع سلة النقد الأجنبي للزبائن سواء أكانت للخدمات أو للتجارة عبر اختصار عامل الزمن هذه العملية وهذه المصارف التي تتعمل سواء بالعملات الأخرى أو بعملة الدولار مع المصارف المراسل الأمريكية ستتيح منافذ جديدة لرجال الأعمال والتجار والراغبين بالتحويلات الخارجية سواء للخدمات أو للبضاع تكون العملية بشكل أسهل وأسرع وتضمن قدر الإمكان وصول هذه الأموال بشكل صحيح وسريع انفتاح المصارف العراقية على النظام المصرفي الدولي يتطلب منها زيادة في الامتثال للمعايير الدولية بتعزيز علاقات المراسلة مع هذه البنوك وإلى توفر بعض الشروط فيها من تصنيف دولي ومقدرة مالية حاليا المصارف التي يسمح لها بالاستيراد هي التي تمتلك موهلات الاستيراد من حيث التصنيف الدولي ومن حيث المقدرة المالية في حالة وجود مصارف لا تمتلك القدرة على الاستيراد من الممكن أن تتعامل مع المصارف المرخصة في عملية الاستيراد أعتقد أن ثلاث مصارف حاليا سيتم منحها إجازات الاستيراد تدريجيا من الممكن توسيع دائرة الاستيراد لتشمل بقية المصارف وتتبنى الحكومة منذ فترة طويلة خطة ستراتيجية مدروسة لإصلاح مالي ومصرفي شامل في البلاد وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر